بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و صحبه و من اهتدى بهدى أيها الكرام السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته عنوان حلقتنا هذه و إياي فاتقون رب رهي قلنا من فوق سبع سموات يا ودي خافوني اتقوني اخشوني فلا تخشوهم و اخشوني عنوان حلقتنا في هذا العنوان الكبير و إياي فاتقوني اليوم بين السيتري و الوقاحة نفهم من خلال هذا العنوان و نقصد من خلال هذا العنوان ما لنا و ما علينا ما لنا من الأجر و الثواب إذا إذا سترنا أنفسنا ما لنا في في اللباس الساتر المحتشم المحترم و ما علينا في اللباس الفاضح الوقح الضيق المكشوف الملعون فلا يقوم أيها الكرام لا يقوم لباس الرجل و لا لباس المرأة في هذا العنوان و إياي فاتقون إلا على تقوى الله سبحانه و عز و جل إلا على تقوى الله سبحانه و عز و جل إلا على الأخلاق القرآنية و تقوى الله سبحانه و عز و جل كثير من الناس أيها الكرام كثير من الناس رجال ونساء آباء وأمهات رجال ونساء بصفة عامة وبصفة خاصة آباء وأمهات لا يبالون بحكم اللباس بل بلغ ببعض الآباء والأمهات أن يكشف من جسمه أمام أولاده وبناته والأم كذلك تكشف من جسمها في هذا اللباس غير المحتشم أمام أبنائها رجال وبناتها بحجة أنهم محارم هذا محارم نلبس واش نحب أمام أولادي والرجل كذلك يقول لك هذا محارم وهذا أولادي نلبس ونبين من جسمي ومن رجلية ومن خاطية ومن ظهري ومن صدري عادي الأمور هذا خطأ هذا والله خطأ هذا ما يبغيش ربي سبحانه وعز وجل ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصالحين ولا العقلة يرفضوا هذه الأفكار هذه أفكار هدامة للمجتمع المحترم المحافظ وليس العكس أيها الكرام أصبح الشباب اليوم الأولاد سابقا مرجالة بالأمس كانوا أولاد صبيان اليوم مرهم الشباب رجالة عشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة أصبح الشباب اليوم أمام واقع مؤلم سواء في بيته شب أو خارج البيت قالوا قديما ما أجمل ما في الرجل والمرأة ما قديما قالوا أجمل عفوا أجمل ما في الرجل والمرأة الحياء وكمال الحياء وتمامه في اللبس كمال الحياء والحشمة في اللبس وإلا فهو تعد على مشاعر الناس تعد على أحاسيس الناس سواء على مستوى العائلة أو في الحي أو في الشوارع الأحياء أو في المحلات أو في الإدارات أو في المركبات أو في الدراجات وأنتم ترون كل ما أتلفظ به واقع واقع مر صادم بالنسبة لمجتمع مسلم مجتمع محترم يدينه بدين الإسلام علينا أن نراجع أنفسنا وأن نتق الله سبحانه وعز وجل وأن نعود إلى صوابنا من تاب تاب الله عليه من تاب من ذنب كمن لا ذنب له أيها الكرام أحيانا الإنسان يدخل بعض الإدارات يجد الشخص إما من المراجعين من عامة الناس وإما من أهل الإدارة لابس لباس غير محتشم تسطحي باش تدخل لنت وأهلك ولو بنتك ولو أوليدك وأحيانا حتى مع واحد من أعز الناس إليك اللي بينك وبينه حياء والله تسطحي باش تشوف راجل طول وعرض ولا فيه إدارة لابس شورت ولا ليسروا لنصف الفاخذ وقاعد يستقبل في الناس عيب عيب والله غير عيب الله يهدينا إن شاء الله أيها الكرام أنا لا أتحدث عن الناس الذين يذهبون إلى الأماكن أماكن تعالف ضايح إن صح التعبير هذا هو ودى نفسه بنفسه إلى إلى هذه المواطن فالحياة أيها الكرام يشمل اللباس ويشمل كذلك الحديث يشمل الحلاقة اللباس أخلاق والحديث أخلاق والجلوس أخلاق والمشي أخلاق حلاقة أخلاق كلها متعلقة بالأخلاق وكذلك بالحياة السياقة أخلاق البيع أخلاق الشراء أخلاق والوقوف بين يدي الله سبحانه عز وجل أنت مجبر أن تقف بين يدي الله وأنت مخلق مخلق منكسر متواضع بين يدي الله سبحانه عز وجل فالحياء أيها الكرام صفة من صفات رب العالمين والملائكة المرسلين والنبيين والمرسلين وصالح المؤمنين والصدقين حياء صفة من صفات الله سبحانه عز وجل قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الستر والحياء رواه أبو داود والنساء والحياء أيها الكرام زينة كل مجتمع زينة كل مجتمع وجماله ورأس ماله ودليل أصالته وإلا إنما الأمام الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا والعياذ بالله وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء وخلق الإسلام الحياء فالبيوت أيها الكرام لا تزال ولا زالت مطمئنة آمنة محترمة محافظة على أصالتها ما دام هذا الشرط أيها الكرام ما دامت عامرة بالحياء ما دامت عامرة بالأخلاق ما دامت عامرة بتقوى الله سبحانه عز وجل بالإيمان بحب الله بحب الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال ولا زالت مطمئنة إلى أن يشاء الله اسمع يا رعاك الله ماذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فعن معاوية بن حيدرة القشيري قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما لنا وما علينا عوراتنا ما نأتي وما نظر وشو الشل ندروه وشو الشل نرموه نقذفوه نقيسوه من أخلاقنا في في حيائنا في لباسنا في جلساتنا عوراتنا ما نأتي وما نظر من العورات انتعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض متخلطين نساو رجل نساو رجل مع مع رجل خليك منسا مع رجل إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها إذا استطعت أن تخبأ العورة تاعك وتصر العورة تاعك ألا يرها أحد ففعل النساء مع النساء والرجال مع الرجال خليك من الإختلاط أيها الكرام ثم زاد السؤال قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا إذا كان أحدنا خاليا أنا في الخالة أنا وحدي فلطا إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحي منه فربي سبحانه عز وجل أحق أن تستحي منه حتى ولو كنت وحدك احفظ العورة تاعك أصطر العورة تاعك أن يستحي منه من الناس اعلموا أيها الكرام أنه خلاصة هذا القول خلاصة هذا الحلقة نقول لكم باختصار شديد على باناتنا وعلى وليداتنا والله الذي لا إله إلا هو لو اجتمعت شياطين الإنس والجن على أن ينزعوا الحشمة والحياء والأدب والأخلاق من لباس بناتنا ووليداتنا يجتمعوا كلهم هذا على أن ينزعوا الحياء من لباس أولادنا وبناتنا والله لن يستطيعوا ما داموا ما التربيين يتربون في بيوتهم على الحياء وعلى الأخلاق وعلى تقوى الله وعلى لباس التقوى فلن يستطيع إنس ولا جن ولو اجتمعوا فلن يستطيعا ولو تفننت الأسواق في الموضات وفي الألبسة في المحلات وفي أرقى الألبسة وأرقى الموضات ولو تعالت الوصايا في المحافل الدولية لإغراء بناتنا ووليداتنا بجميع الإغراءات فلن يفلحوا ولن ينالوا من تربيتهم الإسلامية الأخلاقية في بيوتهم يستحيل إذا ربينا أولادنا وبنتنا على الأخلاق لنعترف أيها الكرام اللهم يا ربي أعننا على تربية أبنائنا فإننا لم نتمكن لم نستطع ولم نقدر هذا حالنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا فإن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجيك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا صختك فلك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك هذا الدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف أسأل الله سبحانه عز وجل أنه تقبله منا وأخيرا أيها الكرام الحياء والإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا رب العالمين أصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات آجلنا اللهم أصلح لنا النية والذرية ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من نمرنا رشدة ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم نجح ولداتنا في الدنيا والآخرة وحصنهم بالأخلاق القرآنية الإسلامية المحمدية يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى